بانك رحت لمناطق ومراكز النزول ايه اكتر حاجة انسانيا لفتت نظرك في هذه المناطق وفي هذه المراكز يعني عايشنا كثير من القصص الانسانية هناك احدى السيدات التي قبلناها صباح هذا اليوم والتي كنا بصدد اعداد بعض التقرير على هذه القصة الانسانية هي فقدت ابنها وفقدت زوجها وفقدت البيت الذي كان يؤويها جراء هذا القصف الاسرائيلي ولكن الرسالة هنا التي كنا نود ان نطيب خطرها جراء هذا الالم الذي عيشته من فقدان فلدة كبديها وكذلك زوجها وكذلك هذا المنزل الذي كان يؤويها اصبحت هي من تنقل الينا التشبس بالامل والتشبس باللا وقدرة ايمانية عالية وانها قالت ان هم واثقون من هذا الانتصار في لبنان وان هذه الحرب سوف يأتي لها يوم وسوف تكف كذلك بالانتصار وقالت اني لم انزح من بيتي سواء في جنوب لبنان ولكني انا اكون في بيتي الثاني هنا في بيروت وكلها لبنان لاللبنانيين ايضا ما لمسته هنا ايضا من خلال هذا العمل التطوعي الذي لمسنا في العديد من الروايات والقصص التي رأيناها هناك يعني كما تعلمين ان كانت الساحة اللبنانية بشكل كبير قبل هذه الحرب كانت هناك فرقاء في وجهات النظر سواء على المستوى السياسي بشكل عام وهذا الشغور الرئاسي الذي تعاني منه لبنان منذ قرابة من سنتين ولكن بعض يعني القصص التي رأيناها وبعض وجهات النظر التي ايضا لمسناها تغييرا كبيرا في بعض مراكز النزوح التي رأيناها التي تتألف ربما من مكون وخليط من الشعب اللبناني سواء من الجنوب او سواء حتى من الضحية الجنوبية او سواء حتى من الذين نزحوا من اطراف محيط الضحية الجنوبية جراء هذه الاستهدافات وجدنا ان هناك تغيير ربما في الوحدة في الصف اللبناني حتى ولو كانت على الارض حتى هذه اللحظة بين المواطنين العاديين من خلال هذا التكافل الذي رأيناه بين مختلف الفئات هنا في الشعب اللبناني في مراكز النزوح والكل يريد المساعدة في هذا الملف بشكل كبير هذا ما نقلناه على لسان احد كبار السن الذين التقيناهم في هذا الصباح والذي اكد لنا ان تستمر هذه الحالة حتى بعد ان تنتهي هذه الحرب ويكون كل اللبنانيين صفا واحدا ايضا الاطفال في مراكز النزوح بشكل عام رأينا بعض منهم من تأثر بهذه الصدمات النفسية جراء هذه الحكايات وربما التي عايشوها جراء هذا القصف وخلال ايضا عمليات النزوح التي استغرقت من بيديهم 48 ساعة حتى الوصول الى بيروت نحن نتحدث عن مليون وستمائة نازح نزحوا الى بيروت تقريبا في عدد قليل ثلاثة او اربعة ايام مباشرة كانت عملية النزوح شاقة لهؤلاء الاطفال خاصة في عمليات النزوح بشكل عام ولكن يحولون الاطباء النفسيين في هذه المراكز التعامل مع هذه الصدمات النفسية نتمنى رمضان ان الهدوء اللي انت اشرت اليه منذ قليل انه ممكن يستمر لايام انه هذا الهدوء يكون مستمر طول الوقت وتنتهي هذه الضربات وهذه الاستهدافات انا بشكرك وبتمنى لك السلامة انت وكل الفريق المعاك رمضان المطعم مراسل القاهرة الاخبارية في جنوب لبنان شكرا لوجودك معنا في كل الزواء